يقف مشروع قطار المشاعر المقدسة الذي تشرف عليه هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة شاهدا على حجم المشروعات العملاقة التي تنفذها المملكة والجهود التي تبذل لخدمة ضيوف الرحمن وتطوير الخدمات المقدمة لهم في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة واستهدف قطار المشاعر في موسم حج هذا العام نقل 360 ألف حاج عبر أكثر من ألفين رحلة خلال سبعة أيام فيما يصل عدد الكطارات إلى سبعة عشر كطارا ويمر الكطار عبر المحطات الموزعة في عرفات ومزدلفة وميناء بثلاث محطات لكل مشاعر ويتكامل مشروع قطار المشاعر مع بقية المشروعات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن في منظومة تجسد اهتمام المملكة بشؤون الحرمين الشريفين وبخدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام